اشتركوا في القناة ويجب نفس الشيء يعتمد على قضية الأصل والفرع فقط أنا سأخذ مثال سأخذ لكم مثال فقط وأترك الباقي حتى نحتفظ بالوقت ما حدوا معي في العرود لن أتحدث عن العلال ولكن سأتحدث فقط الأسباب تعلمون أن العرود فيها أسباب سبب خفيف سبب تقيل وإلا إلى آخر فقط أنا سأقف عند الأسباب الأسباب فيها أصول وفيها فروع الأسباب فيها أصول وفيها فروع ففي هذه الأسباب التغيرات تكون في في تاني الحروف في تاني التفعيلة وتكون في الرابع في التفعيلة وتكون في الخامس وتكون في السابع تغيرات في العرود تكون في التاني وفي الرابع وفي الخامس وفي السابع ولنلاحظ في الثاني أن تغييرت للطراء ولاحظ معي أنها مرتبة يعني سبب الخفيف يليه سبب التقيل ويليه سبب التقيل سبب الخفيف وسبب التقيل وفي نفس الشيء في الثاني في التفعيلة وهو الرابع الرابع في التفعيلة ما يوجد في الثاني يوجد في الرابع ولكن في الطرف الأول فقط أي سبب الخفيف لا يوجد فيه ما تبقى أما في الخامس فهو يشبه التاني تماماً ففيه السمب الخفيف والسبب التقيل والسبب التقي وفي السابع يشبه ما يجنف الرابع إذن هذه الأصول أن يأتي البحر على متفاعل هذا الأصل ولكن قد لا يأتي على متفاعل قد يأتي على مستفاعل مدفاعل يصبح مستفاعل ماذا حدث؟ هذا هو المهم عندنا ماذا حدث؟ الذي حدث هو في الثاني السبب الخفيف يمكن أن يحدث ساكنه حدف في السبب التقيل يمكن أن يحدث ثاني المتحرك في السبب التقيل في المرحلة الثالثة يعود يحدث ويعود بالساكن يسكن يسكن متفاعل 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 ما تحدثنا عنه في العروض في هذا القسم الأول نتحدث عن النشي في القسم الثاني وهو في الرابع ففي الرابع السبب الخفيف تحدث ساكنه إذن الأصل ما هو هذا هو الذي يهمنا الأصل هو أن يكون تكون التفعيلات كاملة على سبب خفيف فسبب تقيل فسبب تقيل ولكن قد لا نجد الشاعر يتحدث بالأصل ولكن يتحدث عن فرع هنا يسألني السائل ويقول إذن هذا الشاعر انتقل من أصل إلى فرع فأين هي العلة إذن؟ أقول إن العلة إيقاعية وعلينا أن نسأل الشاعر هو أعلم بشعره في تغييره لهذا الإيقاع لأن الشعر عند الشاعر ليس قضية عروض وإنما قضية عروض مركوز في دينه قضية عروض مركوز في دينه ولهذا تعلمون ما قيل عن العلم عرض أنه وجد قبل قديم إن أن الخليل فقط جدده كذا إلى آخره وهذا كلام معروف وبعض المناس يفسر هذا بأن معنى ذلك أن العروض كان مركوز في طبع الشاعر ولكن الخليب الحمل حاول أن يكتشف ما هو مركوز في هذا ترجمة نانسي قنقر